بارح علي معلول ما كانتش موجود في احتفالية النادي الاهلي وبصراحة شديدة مرضتش اقول لكم ليه إلا لما تأكد من المعلومة يعني مرضتش اقول زي ما بتتقاله خلاص وين كانت هي المعلومة صحيحة يعني آه معلول زعلان انا بجيب لك من الآخر معلول اسم تاريخي في النادي الاهلي اسم كبير في النادي الاهلي والاهلي يقدر جدا علي معلول كإدارة ومعلول يقدر جدا النادي الاهلي بس في حاجة اسمها زعل وانا هقولها زعل مش هقول غضب يحصل تجديد التعاقد حتى هذه اللحظة معلول ما تجددش عقده مع النادي الاهلي وينتهي عقده من نهاية الموسم اللي هيبدأ ده يعني من حقه يوقع لأي حد في يناير فمعلول بحسب المقربين منه عفوا عقد معلول خلصان وكان المفروض يجدد موسم لنهاية الموسم الحالي وده اللي ما حصلش يعني هو عقده خلص وكان في اتفاق انه هيجدد موسم لحد نهاية الموسم الحالي وده ما حصلش فمعلول الدايق وزعلان وكان مستني انه حد يتكلم معاه وعرف انه ممكن اسمه يترفع من قائمة النادي الاهلي انه الاهلي عايزه يضيف لعب اجنبي اخر هو مهاجم في يناير فدي كلها حاجات مدايقة معلول ده اللي مدايقة معلول بس انا هقولك المعلومة المهمة جدا اللي اتطمينك برضو كمشجع للنادي الاهلي ادارة النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي يقدرون جدا 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 الى مالة نهاية علي معلول فعلي معلول مش هيمشي زعلان من النادي الاهلي يعني حتى لو النادي الاهلي معلول هيمشي منه فمش هيمشي زعلان ومش هيحصل مشكلة ومش هيحصل ازمة الاتنين هيتوافقوا في النهاية دي معلومة انا واخدها من ادارة النادي الاهلي مهما كانت الاختلافات مهما كان وجهات النظر علي معلول بحسب الراجل في النادي الاهلي او المسؤول في النادي الاهلي قالك احنا بالنسبة لنا علي معلول رمز ما يقلش عن رموز تاريخين للنادي الاهلي ده بس بحكي لك الحكاية ليه علي معلوم ما كانش موجود في الناحة فلا ينبقى احنا بحكي لك